من يروي ضمأك؟ من يصدر مقعيشك؟ من يروي أنهارك؟ كيف تكون الإجابة كنهر دجلة حين يلفظ أنفاسه العطشة وأنت تتفرج عليه؟ والعراق يطعن في خسرة أرضه ونخله وزرعه والثمر وكل هذا على حساب المصالح والمكاسب وظلم كبير حين توجه التهم للتغير المناخي وحده كمسبب فيما يعيشه العراق من كارثة تصحر التي بدأت تأكل أهواره وبحيراته وأنهاره وغرابة ما بعدها غرابة حين تقدم إيران الدواء وقد زرعت في أرض الرافدين الداء بعنوان تغيير مجرى المياه فصار الجفاف عنوانا وصار الشح منهاجا يشقق الأرض اليباب عواصف ترابية أنذرت بكوارثة تجهب العراق بأرضه وسمائه خلال الشهرين الأخيرين تلك العواصف كانت هوجاء للغاية بسبب التصحر وانخفاض معدل هطول الأمطار في العراق حيث صنفته الأمم البتحدة من الدول الخمس الأكثر عرضة لتأثيرات تغيير المناخ لكنه خطر يضرب المنطقة بأكملها يقول عراقيون عبر المنصات أن 17 عاما من سوء إدارة المياه والتوسع العمراني كانت سببا في فقد العراق أكثر من ثلثي غطائه الأخضر خطر يضاف إلى خطر التحذير من توقعات تشير إلى أن البلاد على موعد مع مئات العواصف الترابية سنويا بحلول عام 2050 نحو 70% من الأراضي الزراعية أيضا معرضة لخطر التصحر وشر البلية ما يضحك فإيران اليوم تقترح إنقاذ البلاد من التصحر بمشاريع مشتركة بين طهران وبغداد رغم أنها سبب في الاعتداء على مياه العراق وحقه الذي سلبته بمشاريع ليس لها حق فيها من الأصلة تحذير خطير للبنك الدولي أشار أيضا إلى انخفاض إمدادات المياه في العراق بنسبة 20% ما يمكن أن يخفض الإنتاج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة تصل إلى 4% ترجمة نانسي قنقر